في الحقيقة هذه المقولة للإمام القرافي يعني جديرة أن تكتب بماء الذهب ليه؟ لأنها بتوجه عقول الناس إلى معنى جليل جداً وفهم عظيم هذا الفهم العظيم أننا كيف نفهم نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المشرفة كيف نستطيع أن نفهم المقصد القرآني من التوجيه ومن الأمر ومن النهي وكيف نفهم المقصد الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام من خلال توجيهه بأمر من الأمور أو بنهي من النواهي فكل ده أنت تنظر إلى فحوى والمقصد الأساسي من النص لا إلى ظاهر اللفظ الموجود في الحقيقة الإمام القرافي وهو عالم من علماء الأصول وهو عالم كبير أيضاً له كتابات تدل على تعمقه في علم اللغة العربية دلنا على أن يجمد الإنسان وتمسك بظاهر النص فقط دون النظر إلى المقاصد الكلية التي بثتها الشريعة في روحها الطيبة للعمل على رواحة المخلوقين والعمل على تقريب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى والنظر إلى المقاصد الكلية الشاملة التي تجمع الأمة على الخير الإمام القرافي بيقول أن الجمود ده على ظاهر النص والتمسك بظاهر اللفظ فقط دون النظر إلى القواعد الكلية للشريعة وإلى النظر إلى أن الشريعة كلها جميعاً كأنها سطر واحد تفهم جميع النصوص كأنها سطر واحد في الشريعة وكما عبر عن ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أيضاً وقال فإن الشريعة ينبغي أن تأخذك الصورة الواحدة صورة وحدة فكلها تذل على الرحمة وأحد العلماء أيضاً يؤيد كلام الإمام القرافي فيقول إن الشريعة رحمة كلها إن الشريعة عدل كلها إن الشريعة خير كلها فإذا ما وجدت مسألة من المسائل الفقهية أو العلمية تخرج عن رحم الرحمة وتخرج عن حد العدل وتخرج عن حد الخلق الكريم فاعلم أنها ليست من الشريعة الله ده ضابط عام ولكنه مهم أوي جداً جداً يبين أن الجمود على النص ده لا يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه ولم يقصده القرآن الكريم في خطابه أن تجمد على ظاهر النص دون أن تحقق الفحوة وعندنا في سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التي بيّنت لنا إن الإنسان ينبغي أن يفتح ذهنه وأن يوسع أفقه في التعامل مع النص ومع الأمر ومع النهي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم قريضة ووجه الصحابة وقال لا يصلي أن أحدون العصر إلا في بني قريضة نعم فبعض الصحابة الكرام تمسكوا بظاهر النص وما يصليش العصر غير لما يوصل الأرض بني قريض فلما الصحابة دول وقت العصر أتى لم يصلوا في نفس الوقت وقالوا نلتزم بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفيا مجموعة أخرى من الصحابة الكرام فهموا من هذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد النص ولا يقصد أن يتمسك بظاهر النص فقط بل القصد أن يسرعوا في الذهاب ولا يتأخروا وأن يتعجلوا لعلهم يصلوا أرض بني قريضة بحلول العصر وما جاء وقت العصر أذنوا وأقاموا الصلاة وصلوا ثم تعجلوا المسير حتى وصلوا إلى بني قريضة فلما وصلوا قال بعضهم لبعض أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فصليتم وفي نفس الوقت ثم رجعتم إلى بني قريضة وكان ينبغي أن تنتظروا في الصلاة حتى تأتوا إلى بني قريضة هنا في الحقيقة لما اختلفوا مع بعض الصحابة الكرام رافعوا هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يعطينا مساحة من الفهم مع أن هذا أمر كان واضح جدا والالتزام به كان واضحا عشان يعطينا مساحة من الفهم وأن الشميع تسمح للاجتهاد والتجدد بحيث تكون صالحة لكل زمان ولكل مكان أقر هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم لا أنا أستشهر بالقول الأول وألوم على القول الأول لا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء لكن أنا بنظر إلى الشق الثاني أو المجموعة الثانية التي رأت أنها تستطيع بذلك أن تفهم روح الشريعة الإسلامية